اشتركوا في القناة موجودة في الـ upper free border of the broad ligament of the uterus وقلنا الكلام ده ليها medial end وليها lateral end ادي المedial end ناحية الـ uterus واضي اللateral end ناحية الـ ovary المedial end opening بتفتح على الـ superior angle of the cavity of the uterus ادي الـ cavity of the uterus واضي الـ superior angle بتفتح عليها المedial end حقاة الفالوبين tube ومالا الـ lateral end بتفتح عليها بتفتح على الـ peritoneal cavity close to the ovary ادي الـ ovary اهي واضي الـ lateral end بتفتح على الـ peritoneal cavity قريبة من الـ ovary معنى كده انه هي connecting الـ peritoneal cavity في منطقة الـ ovary مع الـ cavity of the uterus بحيث انه الـ ovary تخرج من الـ ovary هنا تسبح شوية في الـ peritoneal cavity بتروح لقطاها الـ fembria حقاة الفالوبين tube وبعدين تدخل الـ ovary هنا ويحصل لها fertilization حنشوف كيف وبعدين تروح تنقل الى الـ cavity of the uterus for implementation انها تكبر وتصير جنيه اذا انا لازم اعرف كيف تركيبة الفالوبين tube انت اذا لها طرف مفتوح على الـ uterus وليها طرف مفتوح على الـ peritoneal cavity قريب من الـ ovary واحنا ظننا قبل كده انه الـ ovary لها tube الـ end ولها ايه اتراين end تعالوا نشوف كيف تقسمت الفالوبين tube نقسم الفالوبين tube لأربع قسام جزء بنسميه infundibulum جزء بنسميه ambulla جزء بنسميه ethmas جزء بنسميه intramural part الـ infundibulum ده هو عبارة عن funnel shape lateral end اللي هي عاملة overlay على الـ uterus اذا ده زي سماعة التليفون الجزء ده اللاترال end بنسميه infundibulum وهو اللي بيكون نازل منه حاجة كده زي الأصابيع بنسميه فمبريا بنسميه فمبريا وهو اللي بيكون جاي على الـ tube الـ end of the ovary وده الفمبريا دي او زي الأصابيع اللي facilitating the collection of ovary من الـ ovary زي الأصابيع اللي طلقت الـ ovary اول ما تطلع من الـ ovary وتروح مدخلها في الـ fallopian tube سبحان الله العظيم بعد الـ infundibulum تيجيكي منطقة الأمبولة وكلمة أمبولة دائما تعودنا عليها في الأناتومية جماعة يعني widest part of in structure يسموها أمبولة حتى لما نجينا في vast difference قلنا أمبولة حتى واسعة الآن هنا بنقول أمبولة في seminal physical وهي تعتبر widest part of the seminal physical and this is sorry widest part of fallopian tube ما زلنا في الـ male reproductive احنا الآن في الـ female إذن العيد الثاني الأمبولة of the fallopian tube تعتبر the widest part of the fallopian tube وهي تعتبر the usual site of ovary fertilization تعالوا نشوف الكلام ده على الصورة هنا بنقول إنه السبيرم حيدخل مع السمن من الفجائنا ومن الفجائنا عن طريق حيدخل السيرفايكال كنال يتراين كنال يدخل من الـ يتراين اند حقه الفلوبيان تيوب ويلتقي مع الأوفا في منطقة في منطقة الأمبولة من أجل التخصيب طيب الـ egg أو الأوفا دخلت له من فين؟ دخلت له إنه الأوفري أطلقت الأوفا فراحت الفيمبريا حقه الفلوبيان تيوب لقطت الأوفا دخلتها في منطقة الالتقاء هي الأمبولة إذن المنطقة اللي بيلتقي فيها الـ sperm والأوفا وبتحصل عملية الفلوبيان تيوب هي الأمبولة هي الأمبولة فلوبيان تيوب إذن معلومتين لازم أعرفها عن الأمبولة فلوبيان تيوب رقم واحد إنه هي الوايدست part فلوبيان تيوب رقم اثنين هي الـ تالت منطقة في الفلوبيان تيوب هي منطقة الـ ودي عكس الأمبولة تعتبر الـ وموجودة لترال لليوترس فدي بيسموها إثمس إذن الإثمس تعتبر الـ وهي قريبة أو اللاترال لليوترس رابع منطقة بنسميها إنتراميورال بارت والإنتراميورال بارت هو السيجمن اللي بيرسينج اليوتراين وال شوفوا خلاص داخل على اليوتراين وال فلو أجي أعدد البارتس فلوبيان تيوب ابتداء من اليوترس إلى انتهاء بالأوفري هقول أول حاجة الإنتراميورال بارت الفتحة اللي بتفتح اليوترس بعدين الإثمس الأضيق جزء وبعدين الأمبولة اللي هي الـ 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 و هي الـ و بعدين الـ مش علقة فيها أو خارجة منها الفيمبريا اللي تعتبر زي سماعة التليفون وخارجة منها أصابيع بتلقت الأوفا أول ما تطلع من الأوفري وتطلقها الأوفري وتطلقها الأوفري فتروح ما أخذها بداخلتها في الـ اللي هي الأمبولة هادي كده أجزاء الفلوبيان تيوب ماذا لها بالضربة لأن الفلوبيان تيوب بياخذ من الـ من الـ حياتة وحياتة الفلوبيان تيوب ويقولنانه بيتميز أنه تورشيس وهو برانش من الـ ده مو بس بياخذ من الـ بياخذ كمان من الـ الـ كمان بياخذ من الـ الـ اللي هي الأول Jakob من الأوفيريين آرتري ومن الـ uterine آرتري. دي معلومة مهمة. الفين سابلاي correspond to arthritis. ليلف فولو الآرتريز ودرين للإنتان الإليك وللاؤورتيك للمف نوتس للباراء أورتيك للمف نوتس. دي البلد سابلاي. النير سابلاي السيمباتاتيك وباراسيمباتاتيك من الـ inferior-hypogastric plexus. وحنشوف الكلام ده بعدين. طبعا الناس هنا اللي بعملو لهم عملية تعقيم في السيدات ايش بيعملو لهم؟ بيعملو لهم تيوب الليجيشن. هناك في الرجال كنا بنسميه فازيكتومي. اوكي هنا السيدات بنعمل لهم تيوب الليجيشن عشان ما تحصل عملية الايه الفيرتليزيشن وتمارس السيدة هذي حياتها بشكل طبيعي لكن ما هيحصل عندها حامل. شوفوا هنا بيوريكم في الصورة الجميلة دي كيف الاوفا لقطتها الفيمبري وراحت مداخلاها جوة والتقت معه في الحجرة حقة التخطيب انا سميتها.